خلي نشيد بما أنك حارس مرمى بالحارس محمد العويس اليوم نعرف أن محمد العويس هو بديل وحارس أساسي في فريقة لكن رغم ذلك شفناه هو نجم وأحد نجوم خنقول المنتخب السعودي في هذه البطولة بالذات هذه المبارات يعني مو بس البطولة بالذات هذه المبارات يعني صجل الفريق خسرنات نين ولكن شاء تقريبا ثلاثة أرباح دار هذه تحسب لحارس مرمى يعني لم يشارك كثيرا مع المنتخب فأقول هارد لك المنتخب السعودي قدمته ليرضينا احنا كجمهور خليجي وعربي يعني الأمانة وقدر الله ما شاء فعل أما بالنسبة لمحمد العويس الأمانة للحضور الذهني اللي كان موجود يعني من أول كرة تصدى لها في الانفراد فدخل جو المبارات قدم مبارات جيدة دائما متواجد خلف المدافعين يمكن هيرفي رينالد حاول أن يطبق تكتيك مبارات الأرجنتين فصعب تطبق تكتيك هذا يمكن مبارات الأرجنتين توفق فيه اللاعبين كانوا في فورمة عالية اللاعبين كانوا جاهزين بجاية بطولة ما كان فيه إصابات قدموا مبارات كبيرة ولكن اليوم صعب أن كنت تطبق هذا وجهة نظر مدرب ولكن اللي شفناه للملعب هم أن تطبق الدفاع العالي فصعب أن كنت تطبق الدفاع العالي بالذات بعدم موجود سلمان الفرج والشهراني يعني الأمانة والمالكي المالكي ترى على فكرة في نص الملعب قولتهم لعب مجهول يركض ترى ما شاء الله يركض وائد أول مبارات 13 كيلو ما شاء الله عليه هذا افتقدر المنتخب السعودي اليوم كان روحه في نص الملعب حاول أن يزيد في سعود في نص الملعب ولكن بالذات لما لاعب يمتاز في الجهة اليمنى بالذات لما يكون باك يهاجم ويدافع يعني استالي اللاعب مدافع في الباك الأيمن صعب أنه في مبارات بالذات أن منتخب المكسيكي يلعب بضغط عالي صعب أنه تلقى اللاعب يظهر في هذا المستوى أقول هارد لك للأمة العربية يعني تونس هارد لك سعودية هارد لك قطر يعني انتمنى إن شاء الله مثل ما قال هوي أحمد العنزي انتمنى إن شاء الله المنتخب المغربي يحقق الفوز إن شاء الله